اخطر رجل على مر التاريخ هو مهلك الامم ومدمر الاديان الرجل الذي ارسل الله في كل امة نبيا حتى ينجيهم من شره هو اخطر من ابليس رجلا من ابناء ادم لكنه ليس مثلهم هو المخلد الوحيد بينهم ولد في بداية خلق الانسان وسيموت قبل يوم القيامة بوقت قصير هو من سن المعاصي التي يفعلها كل البشر منذ البداية وهو صاحب اكبر فتنة في النهاية لا يوجد نبي الا وقد حذر امته وقومه منه انه ايقونة الشر المطلق من بداية الزمان وحتى نهايته اترك كل ما في يديك الان وانتبه لكل ما سيقال في هذا الفيديو بل واحفظ نسخة منه على جهازك حتى يشاهده كل من يهمك امره فالاسرار التي ستسمعها تعمل كل قوى الشر في العالم على كتمانها وسيفعلون كل شيء حتى لا يصل هذا الفيديو لعدد كبير من الناس فالرجل الذي سنتكلم عنه اليوم يتحكم في كل شيء في العالم بلا استثناء ليس امامنا وقت طويل قبل ان يعرفوا ما يحتويه الفيديو من معلومات خطيرة ويتم ايقافه لذلك اطلب منكم ايصال هذا الفيديو لاكبر عدد من الناس في اسرع وقت وباي وسيلة سواء بمشاركة الفيديو او الاعجاب به والتعليق عليه حتى ينتشر بسرعة في محركات البحث او حتى بتحميله على جهازك فلنبدأ الان التعرف على اخطر رجل على مر التاريخ وما هي علاقته بالفراعنة هل تعلم كم عدد الاديان الرئيسية في العالم الان انهم اثنان وعشرون ديانة كبرى بالاضافة الى الالاف من الديانات والمعتقدات الصغيرة ولن نكون مبالغين اذا قلنا ان عدد الاديان والمعتقدات التي ظهرت على الارض منذ خلق الله ادم عليه السلام واسكنه الارض وحتى الان يتخطى المليون لا تندهش الان فنحن في البداية فقط كل هذه الاديان والمعتقدات تختلف في كل شيء في المعبود وفي شرائعها ومعتقداتها وحتى في اسلوب عبادتها لكن الامر الغريب انهم جميعا يشتركون في امر واحد فقط الا وهو انه يوجد رجل شرير يجب ان يحذر منه اصحاب هذا الدين او المعتقد ويوجد ايضا الاله المخلص والذي سيظهر في اخر الزمان ليقضي على هذا الرجل الشرير وينصر اتباعه على ما سواهم ويجعلهم يحكمون العالم في اخر ايام الزمان الخطير والمرعب في هذا الامر ان من دمر الاديان واضل المؤمنون وحرف العقيدة وجعل الاديان عشرات الالاف بدلا من دين واحد هو نفس الرجل الذي وضع في كل تلك الاديان والمعتقدات انه المخلص الذي سيظهر في اخر الزمان ليقضي على الشر بينما في الحقيقة هو نفسه هذا الشر انتظر توقف ماذا تفعل هل ستترك هذا الكلام الخطير وتذهب لمشاهدة فيديو عن كيف تتخلص من وزنك في دقيقة واحدة او اغنية المهرجانات الجديدة لصاحبها زقلة ولا يمكن عاوز تلحق تتفرج على البنت صاحبة الفستان الازرقي للأسف الشديد هذا بالضبط ما يريدونه منك ان ينشغل عقلك بكل ما هو سطحي وبلا قيمة حتى لا يتركوا لعقلك لحظة واحدة ليفكر ويصل الى الحقيقة لذلك اطلب منك ان تنتظر وتسمع الفيديو حتى النهاية لتعرف كيف جعلوك تعيش في عالم مزيف ولماذا فعلوا ذلك وحتى نعرف الحقيقة كاملة سنعود بالزمن للوراء عندما لم يكن على الارض سوى ثلاثة رجال وثلاث نساء الرجال هم ادم عليه السلام وولديه قابيل وهابيل والنساء امنا حواء واثنين من بناتها بعد ان قتل قابيل اخاه هابيل قام ادم عليه السلام بنفي قابيل من الارض التي كان يعيش عليها وهي فوق احد الجبال فنزل قابيل مع اخته التي قتل اخاه هابيل حتى يتزوجها وسكن الوادي اسفل الجبل انجب ادم عليه السلام طوال فترة حياته والتي استمرت الف عام شعبا كاملا وفي اسفل الجبل انجب قابيل وزوجته ايضا شعبا كاملا واتفق المفسرون المسلمون مع المفسرين اليهود والمسيحيين ان شعب ادم عليه السلام كان على الايمان الكامل وشعب قابيل كان يعيش على جميع مختلف المعاصي فيكفي ان تعرف ان كل المعاصي التي يفعلها البشر منذ بدء الخليقة وحتى الان كانت بدايتها من صنع شعب قابيل فقد وصفهم القرآن بالجاهلية الاولى في قوله تعالى وقرن في بيوتكنا ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى وفي تفسير ذلك وبانهم شعب قابيل قال حدثني ابن زهير قال موسى بن اسماعيل قال داود يعني ابن ابا الفراتي قال علباء بن احمر عن عكريمة عن ابن عباس قال تلى هذه الاية ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى قال كان فيما بين نوح وادريس وكانت الف سنة وان بطنين من ولد ادم كان احدهما يسكن السهلة والاخر يسكن الجبل وكان رجال الجبل صباحا وفي النساء دمامة وكان نساء السهل صباحا وفي الرجال دمامة وان ابليس اتى رجل من اهل السهل في صورة غلام فاجر نفسه منه وكان يخدمه واتخذ ابليس شيئا مثل ذلك الذي يزمر فيه الدعاء فجاء فيه بصوت لم يسمع مثله فبلغ ذلك من حولهم فانتاكوهم يسمعون اليه واتخذوا عيدا يجتمعون اليه في السنة فتتبرج الرجال للنساء قال وتتزين النساء للرجال وان رجلا من اهل الجبل هجم عليهم وهم في عيدهم ذلك فرأى النساء فاتى اصحابه فاخبرهم بذلك فتحولوا اليهن فنزلوا معهن فظهرت الفاحشة فيهن فهو قول الله ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى اما في الكتاب المقدس عند اليهود والنصارى وهناك في الارض الغريبة بنى مدينة ودعا اسمها على اسم ابنه حنوكة ومعناه افتتاح او تدشين وهكذا اختار قايين طريق العالم وامتلاك الارض ولهي عن نفسه وخلاصه بغرور الغنى وهموم الحياة ولم يعد يفكر في الله وفي عبادته وانهمك هو وبنوه في تأمين حياتهم على الارض والتمتع بملذاتها بعيدا عن الله ولأول مرة يذكر الكتاب زواج رجل من امرأتين واتخذ لامك لنفسه امرأتين وذلك بخلاف الطبيعة التي جبل عليها الانسان ثم ظهرت انواع الاختراعات من ضارب بالعود والمزمار الى ضارب على كل آلة من نحاس وحديد ونمى معها الشعور بالذات والافتخار بقوة البطش والقدرة على الانتقام وهكذا يظهر مقدار موت الضمير واستمراء الشر واستشراء الخطيئة هذا هو الطريق الذي اختاره قايين وذريته اذا قابيل هو اول الشر على الارض وهو من اسس اول امم الضلال والشر على الارض بمعنى اخر فان قابيل هو المادة الخام للشر بين البشر لكن هل بعد ما فعله قابيل من شرور ومعاص هل مات ام اصبح من المنظرين مثل ابليس مخلد لن يموت الى يوم القيامة اسمع احدكم يقول لي لا ان هذا الامر اختص به ابليس فقط وليس هناك احد من البشر باقيا الى يوم القيامة الا ابليس اقول له اذا ما رأيك في الات يقول تعالى لابليس قال رب فانظرني الى يوم يبعثون قال فانك من المنظرين الى يوم الوقت المعلوم الاية الكريمة تقول من المنظرين والمنظرين هنا جمع وهذا يؤكد وجود منظرين اخرين غير ابليس انظر ايضا الى هذه الاية وقال الذين كفروا ربنا ارنا الذين اضلنا من الجن والانس نجعلهما تحت اقدامنا ليكون من الاسفلين انظر الى الدقة المتناهية في البلاغة هنا حدد الله سبحانه وتعالى اثنين فقط ستطالب جميع الامم التي ضلت وكفرت وكان مصيرها العذاب الابدي في النار باثنين فقط احدهما من الجن ونحن نعلم من هو ابليس بالطبع والاخر من الانس حتى ينتقم من هذين الاثنين والذين كان سبب في ضلال ودخول كل تلك الامم الى النار ان كان الاول هو ابليس من الجن فمن اذا هو الانسان الذي سيتسبب في ضلال كل الامم بلا استثناء وهذا يؤكد كلامي الذي بدأت به الفيديو وهو ان هناك رجلا هو الاخطر على مر التاريخ دمر الاديان واهلاك الامم ولكن من يكون هذا الانسان وحتى نعرف من هو يجب ان نحلل الاية الكريمة بشكل علمي تتفق معي طبعا في انه يجب ان يكون هذا الانسان له نفس صفات ابليسة اولا ان يكون يحمل من الشر ما لا يقل عن ابليسة ثانيا ان يكون منظر الى يوم القيامة مثل ابليسة فلا يعقل ان تدعي كل الامم على انسان عاش فترة قصيرة من الزمن ويكون سببا في ضلال كل الامم فمثل ما اضل ابليس كل الامم بانه كان من المنظرين وبالتالي عصر كل تلك الامم ليضلهم فيجب ان يكون هذا الانسان ايضا يملك نفس الميزة والا لماذا طالبت كل الامم برقبته تضعه مع ابليس اسفل اقدامهم عقابا لهما على اضلالهم واهلاكهم لهم ثالثا يجب ان يمتلك صفات خارقة حتى يستطيع التأثير على كل تلك الامم والوصول لهم في كل مكان وزمان وان يمتلك الوسائل التي تمكنه من اقناعهم بما يقول مثل ابليس اذا نحن متفقون اننا امام رجل خطير عاصر كل الامم والاجناس وحرف الغالبية العظمى من الاديان والمعتقدات على مر التاريخ وبالطبع لن تتوفر هذه الصفة في انسان الا قابيل فهو من اول البشر وبالتالي تكون له الميزة الاولى في ان يعاصر كل الامم من بداية تكوين الامم وله ميزة اخرى انه اول من سن كل المعاصي على الارض من القتل والزنا والمعازف والرقص والخمور وحتى عبادة الاصنام كما سنعرف في فيديوهات لاحقة باذن الله ولكن كيف ذكر قابيل في الكتاب المقدس فقال قاين للرب ذنبي اعظم من ان يحتمل انك قد تردتني اليوم عن وجه الارض ومن وجهك اختفي واكون تائها وهاربا في الارض فيكون كل من وجدني يقتلني فقال له الرب لذلك كل من قتل قاين فسبعة اضعاف ينتقم منه وجعل الرب لقاين علامة لكي لا يقتله كل من وجده اذا رغم الجرم الشديد الذي ارتكبه قابيل بقتل اخيه هابيل الا ان الله حرم على اي احد ان يمسه او يقتله واعطاه علامة حتى يخشى ويخاف الجميع من المساس به او اذائه وسنذكر لاحقا في هذا الفيديو انه ذكر في كل حضارات ومعتقدات البشر على مر التاريخ بنفس الطريقة انسلمنا بان قابيل هو ذلك الشخص المنظر والذي مهمته اضلال البشر منذ بداية الخلق وهذا ما فعله بانشاء شعب كامل من العصات وحتى نهاية العالم عندما يظهر في شكله الاخير وهو المسيح الدجال مرورا باضلاله لجميع الامم والحضارات وتبديله لكل الاديان القديمة فبعد ان كانت تلك الاديان تحذر من قدومه اصبحت تبشر وتنتظر قدومه بل وتعبده ايضا من دون الله في اشكال وصور مختلفة كما قال النبي الكريم المصطفى صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس انها لم تكن فتنة على وجه الارض منذ ذر الله ذرية ادم ولا تكون حتى تقوم الساعة اعظم من فتنة الدجال ولن ينجو احد مما قبلها الا نجى منها وانه لا يضر مسلما وان الله لم يبعث نبي الا حذر امته الاعور الدجال وانا اخر الانبياء وانتم اخر الامم وهو خارج فيكم لا محالة وهذا دليل اخر على ان المسيح الدجال ظهر في جميع الامم فلو كان الانبياء يقصدون بتحذير اممهم بخروجه الاخير فهذا غير ممكن لان جميع الانبياء كانوا يعلمون ان اممهم ليست الامة الاخيرة وهذا يعني ان كل الانبياء حذروا اممهم من انسان خالد يظهر في كل الامم باشكال ومسميات مختلفة حتى يضل تلك الامم كما سنذكر ذلك الان كانت بداية ظهوره لاول مرة بعد طوفان نوح العظيم باسم قفطارم وهو ثالث حاكم لمصر بعد الطوفان حكم لمدة اربعمائة سنة وبنى اهرامات دهشور ومدينة دندرة وفي عهده بحث واخرج اغلب الاوثان التي اغرقها الطوفان ورجعها المعابد حتى يرجع الناس يعبدونها من تانية من بعد ان ظل الله يعبد وحده في الدنيا كلها من بعد الطوفان العظيم بعد اربعمائة سنة من حكم مصر اتوفى قفطارم ودفن بين كنوزه قاعدا على كرسي في الجبل الغربي جنب مدينة ايرامات العمادي وبعد دفنه اختفت جثته لكن قبل ذلك اخترع دين لم يكن له وجود في العالم منذ خلق ادم وهذا الدين هو الذي تم تحريف باقي الاديان والمعتقدات بناء على ما جاء فيه على مر التاريخ وحتى قبل ظهور النبي محمد مباشرة والذي عصم وحفظ دينه وامته بتدخل الهي مباشر حتى لا يحدث لهم ما حدث للامم السابقة وذلك بسبب انه النبي ولا رسول بعده هذا الدين الذي اخترعه قفطارم او دعونا نسميه المسيح الدجالة بين قوسين قابيل هو اسطورة ايزيس وازوريس انا مش عوز اكتنام لان الجزء دا محتاج لعقلك منتبها بنسبة مئة في المئة لان قمة الذكاء والخدعة وضعها الدجال في هذه القصة والتي يعرفها جميع البشر وعلى مر التاريخ والازمان انظر كيف حرف قابيل الدجال قصته مع اخيه وابيه ادم وزوجته ليتحول من قاتل منبوذ ليصبح فيها اله محبوبا ومنتظرا حوريس الفرعوني الدجال ان العصر القادم يسميه النورانيون الذين يمهدون الارض لحكم مسيحهم والههم وملكهم المنتظر المسيح الدجال عصر حوريس اي ان المسيح الدجال سيأتي باسم حورس اوزيريس تعالوا اولا لنراجع قصة حورس الفرعونية ثم نقارن بينها وبين بعض الحقائق المتعلقة بالمسيح الدجالي وردت قصة اوزيريس وايزيس وحوريس في الكثير من النصوص الدينية القديمة لقدماء المصريين ككتاب الموت الفرعوني ومتون الاهرام وبعض البرديات الدينية كما قص بلوتارخ اليونانية قصتهما في كتابه وحذف منها كثير من التفصيلات التي رأاها غير لائقة بل نابية القصة تتشابه الى حد كبير جدا مع قصة هابيل وقابيل ابني ادم بعد حذف ما شابها من خرافات واباطيل واشياء منكرة لا يقبلها العقل في الاتي اولا قصة ست وهو قابيل واوزيريس وهو ابيل وحورس في النصوص الفرعونية تحكي القصة بداية تاريخ البشرية واول صراع نشأ على الارض بين ابناء ادم فتقول ان الاله الاكبر رع وهو اللاه انجب بمعنى خلق الالهين شووتفنوت وهما الهواء والماء والحقيقة انهما الدخان والماء الازلي الذي خلق الله منهما بعد ذلك السماوات والارض والنجوم والكواكب والارض ومن تزاوج شووتفنوت خلقا كبه اوجوب الاه الارضي ادم الذي خلق من اديم الارض او ترابها او مادة كوكبها وهو الجب عند الفراعنة القدماء وزوجته الالهة نوت او نوها حواء وانجب جب ونوت اربعة ابنائهم ست واخته التوأم التي ولدت معه في بطن واحدة ايزيس واوزيريس واخته التوأم التي ولدت معه في بطن واحدة نفتيس وبوجودهما بدأت البشرية وتزوج اوزيريس من ايزيس وجعله جب ادوما اي حاكما على الارض كلها ملك القطرين بهوائها ومائها ونباتها وقطعانها وطيورها وكل ما يسبح في الفضاء وديدانها ووحوشها وذلك بناء على امر تلقاه جب ادم منرع الله بخلافة اوزيريس له في الارض وكان ابناء جب قد كثروا في الارض وتناسلوا في ذلك الوقت فملك اوزيريس الارض فكان ملك عظيم عادل خير وعلم الناس علوما كثيرا انتبه هنا حيث تكمن الخدعة فالدجال عندما اخترع تلك القصة وضع نفسه مكان اوزيريس ووضع اخوه هابيل مكان ست الشريري دعونا نكمل ونوضح في النهاية ورثها مما علمه الله لجب ادم وكان اوزيريس بجانب ذلك قوي الشكيمة وبطل ابطال الحروب وكان اعداؤه يرتجفون امامه واوغر قلب ست قابيل من اوزيريس هابيل لسبب ما لم يذكر في النصوص والسبب واضح ومعروف وهو الغيرة والحقد فتحيل ست لقتل اخيه واتفق على هذا الامر مع مجموعة من اتباعه ونجح في النهاية في قتل اخيه اوزيريس واخفى جثته وقيل انه قطع جثته الى اربع عشرة قطعة وبعثرها في ارجاء الارض وبقيت ازيس وحيدة مسكينة لا تعرف اين المكان الذي استقرت فيه جثة زوجها فجابت الارض كلها تبحث عن جثة اوزيريس دون ملل وساعدتها في ذلك اختها نافتيس وعطف عليها الاله الاكبر رع فارسل اليها الاله انوبيس وهو يقابل الغراب في القصة الاسلامية ولكن ارسله الله لستة ليريه كيف يكفن ويدفن جثة هابيل وليس لايزيس كما يروى في القصة هنا فنزل انوبيس اليها من السماء فجمع اشلاء جثة اوزيريس وطواها في لفائف واتم كل المراسيم التي اصبحت فيما بعد نموذج لتكفين الموت يحتذي به المصريون وبكت ايزيس على اوزيريس ثم تحولت الى طائر لتعيد الحياة لزوجها واخذت ترفرف بجناحيها فوق الجثة فدبت الحياة في جسده الميت نتيجة الكلمات السحرية التي اخذت تنطق بها ثم تمددت على جسده وجمعته وحملت منه بابن هو حوريس ولما كان من الصعب على اوزيريس ان يعود الى هذه الحياة الدنيا فقد اصبح لزاما عليه ان يحيا حياة ثانية لذلك رأى رواة القصة انه اصبح ملك والله لعالم الاخرة والموت بعد ان كان ملكا للاحياء ولكن النصر كان حليفه ايضا فوق الارض اذ ترك لها وريثه الذي انجبه من ايزيس بعد موته والذي تجسدت روحه فيه او بمعنى اخر اتحدت روحه في روح ابنه حوريس وتسرد النصوص بقية القصة فتقول ان ايزيس خافت على ولدها الذي تحمله في بطنها من بطش ستي الذي اصبح ملك الارض فهربت الى احراش الدلتا وهناك وضعت ولدها حوريس وتعرض حورس للكثير من المخاطر لكن يقظت امه وعنايتها له جعلته ينجو من هذه المخاطر وشب حوريس في الخفاء وعندما بلغ سن الرجولة خرج من مكمنه وصار له اتباع فقرر الانتقام من قاتل ابيه ست ومغتصب ملكه والذي كان من المفروض ان يأولى اليه هو وقاتل حوريس واتباعه وكان نتيجة ذلك القتال ان فقد حورس احدى عينيه وتشوه ست وانتصر حورس في النهاية هل لاحظتم شيئا فقد الاله الطيب حورس احدى عينيه وكلنا نعلم بالطبع من هو الاله صاحب العين الواحدة انه المسيح الدجال انظروا كيف بدل الاماكن بخبث فعندما يظهر في اخر الزمان رجلا بقدرات خارقة مثل القدرات الالهية وبعيني واحدة تتبعه مباشرة فهو الاله الطيب البطل اياك ان تظن ان قصة ايزيس وازوريس وحورس كانت في عصر الفراعنة فقط لا سنثبت لك بعد قليل انها هي ما بنيت عليه الغالبية العظمى من تحريف الاديان منذ عهد الفراعنة وحتى قبل ظهور الاسلامي نكمل القصة اولا بعد ذلك اخذ حورس يبحث عن والده القتيل حتى يرفعه من بين الموتى ويقدم له عينه المصابة التي ضحى بها من اجله كنوع من البر لابيه وهذا العمل الذي يدل على البر بالوالد كما جاء مذكور في متون الاهرام ضاعف تقديس عين حورس التي كانت مقدسة من قبل في التقاليد والشعائر المصرية القديمة حتى صارت رمزا لكل تضحية وفداء وصارت كل هبة او قربة تسمى عين حورس خاصة اذا قدمت باسم قربان للمتوفى كما اصبحت هذه العين رمزا لاسترداد الحق في الميراث والنصري وهي نفس العين التي نراها ليل نهار في كل شيء حولنا حتى على الدولار الامريكي وشعار الماسونيين وكل شيء تقريبا لم تسأل نفسك لماذا قصة اسطورية مثل تلك ما زالت حية بيننا رغم مرور الاف السنين ما زلت لم تستوعب الامر بعد اذا تعال لنكمل القصة اولا وتذكر كثير من النصوص ان حورس اثناء قتاله مع سيد قام باخصاء ست اي قطع ذكره وخصيته وقيل في بعض الروايات ان انوبيس هو الذي فعل ذلك اثناء محاربة حورس لحظة انتباه ونعود لنكمل في هذه المصوص عرفنا كده لماذا ينشرون الان دعم الشذوذ نكمل وبعد ان انتصر حورس في النهاية عندئذ كلف اتم ايزيس ان تحضر ست مقيدا بالاغلال ولامه على عدم اذعانه لقرارات المحكمة فاذعن ست وترك لحورس منصب ابيه فاعتلى حورس عرش اوزيريس وتوجه بالتاج الابيض وحيت ايزيس ابنها كملك طيب على البلاد اما مصير ست فقد اعلن رعب ان عليهم ان يعهدوا اليه بستة لينفى الى الصحراء الارض الحمراء وتصبح نصيبا له انظر هنا تاج ابيض وتاج احمر اليس هذا التاج الابيض كان يمثل المملكة الشمالية لمصر القديمة والتاج الاحمر كان يمثل المملكة الجنوبية قبل ان يوحدهما الملك مينا في تاج واحد جمع فيه بين التاجين الاحمر والابيض هل تعلم عزيز المشاهد الكريم ان القصة التي سمعتها وشاهدتها في هذا الفيديو هي التي تشكلت منها وحرفت الغالبية العظمى من المعتقدات والاديان على مر التاريخي قبل ان تتوقف هذه الفتنة العظيمة بحبس هذا الرجل الخطير على جزيرة في البحر حتى يعصم الله هذا الدين وذلك بسبب ان النبي محمد هو اخر الانبياء والمرسلين ساترك لكم مصادر تلك القصة في صندوق الوصف وبعد ان ظلت هذه الالهة المزعومة تعبد في مصر الفرعونية وتوارثتها باقي الامم والحضارات الاخرى بنفس الطريقة والمعنى والهدف لكن باشكال مختلفة ارسل الله سبحانه وتعالى الالاف من الانبياء والمرسلين ليضحضوا هذه الدعوة الباطلة ويدعون الناس لعبادة الواحد القهاري وليس المسيح الدجال وعندما كان يرسل للبشر نبيا قويا ويبدأ الناس في اتباعه كان الدجال يخرج في شكل اخر واسم اخر ويدمر تلك الدعوة ويبدلها لتصبح في النهاية متماشية تماما مع دعوته وهو ما حدث بالفعل وسنذكر الان بعضا من تلك الشخصيات التي تقمصها الدجال على مر التاريخي الاله بعل يعتبر بعل اهم اله لدى الكنعانيين وكانوا يعتبرونه الاله المحاربة ذكره القرآن الكريم حين قال اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقين اسرائيل عزير السامري بلعام بن بعرائي الاله سوتخ حورس اخر الزماني الكاهن شق وسطيح هذه بعض الشخصيات التي ظهر بها الدجال على مر التاريخي وهناك بعض الشخصيات الاخرى والتي لن استطيع حاليا ان اذكرها الا بعد ان يتخطى عدد المشتركين في قناة المليون مشترك باذن الله وذلك حتى اضمن ان ينتشر الفيديو بعد دقائق من عرضه حيث انني اعلم يقين ان الفيديو الذي ساذكر فيه تلك الاسماء الاخرى سيتم حثه من اليوتيوب بعد دقائق من عرضه شخصية الدجال لم تؤثر فقط على الاديان على مر التاريخي ولكنها اثرت ايضا بشكل كبير على المعتقدات والاساطير والثقافات في جميع الامم على وجه الارض مثل سايكلوب في الاساطير اليونانية هناك بعض الناس اسمعهم يقولون ان الدجال ليس رجلا خالدا على مر الزمان اترك لهم هذا الحديث النبوي الشريف ليرد عليهم يقول رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس انها لم تكن فتنة على وجه الارض منذ ذر الله ذرية ادم ولا تكون حتى تقوم الساعة اعظم من فتنة الدجال ولن ينجو احد مما قبلها الا نجى منها وانه لا يضر مسلما وان الله لم يبعث نبي الا حذر امته الاعور الدجال وانا اخر الانبياء وانتم اخر الامم وهو خارج فيكم لا محالة انه لحق واما انه قريب فكل ما هوات قريب انما يخرج لغضبة يغضبها ولا يخرج حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة فان يخرج وانا بين ظهرانيكم فانا حجيج لكل مسلم وان يخرج من بعد فكل امرئ حجيج نفسه والله خليفة على كل مسلمي الرسول الكريم يتكلم عن رجل مقيد بالسلاسل منذ اكثر من الف واربعمائة عام فهل هذا الكلام ينطبق على رجل عادي مثلها ومثلك اننا امام رجلا منظرا مثل ابليس اللعينة رجل مهمته الاولى والاخيرة هو اضلال البشر وتحريف الادياني وحتى لا اطيل عليكم في هذا الفيديو سوف اشرح بالتفصيل في الفيديوهات القادمة باذن الله تعالى كل شخصية من الشخصيات التي ظهر بها الدجال على مر التاريخي وكيف دمر كل الامم وحرف كل الاديان السابقة لمصلحته على مر التاريخي وما هي الالاعيب والخدع التي استخدمها لاضلال كل تلك الامم على مر التاريخي ومن هم اتباعه في كل زمان ومكان وكيف استطاع ان يجعل كل الاديان السابقة رغم الاختلافات الشديدة فيما بينها ان تتفق كلها على امر واحد فقط آلا وهو انتظار خروجه في اخر الزمان كاله بشري يمشي على الارض بيننا انتظرونا في الحلقات القادمة باذن الله فما سنكشفه من اسرار خطير جدا بالفعل وواجب على كل واحد منكم ان تفعلوا كل شيء حتى ينتشر هذا الفيديو سواء بالاعجاب او بترك تعليق صغير اسفل الفيديو او بمشاركته في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي حتى لا يحدث له مثل ما حدث للفيديوهات السابقة والى اللقاء غدا بعد منتصف الليل باذن الله فانتظرونا. ترجمي اشتركوا في القناة